السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين اي ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نصالي على سيدنا محمد اللهم صالي على سيدنا محمد وياريت كمان مننساش نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصلينا كل الجديد من الفيديوهات ان شاء الله ومعينا النهاردة خبر جميل جدا وخبر مفرح وهو حجاب جانا مقداد ربنا يثبتها يا رب ان شاء الله هي بنيوتة جميلة عندها 13 سنة تقريبا كده 13 سنة وهي بنت جميلة جدا وتحجبت حجاب خلاص على طول ان شاء الله ربنا يثبتها علي يا رب بإذن الله وطبعا هي كانت اتعراضة لموجة من الهجوم كبيرة جدا ساعة فرح اخوها لما طلعت مش محجبة والناس قعد يقولوا ليه وهي ما تحجبتش ليه وكأنها هي المفروض تتحجب هي حرة لان القرار ده لازم هي اللي تاخده طبعا يعني ما قصدش ان هي حرة حرة خالص طبعا دي حاجة قاضين وكل حاجة تمام لكن برضو لازم تلبسه عن القناع عشان ما تلقوش ته طفلة لسه صغيرة يعني فلسه طبعا معاها الوقت ومعاها لعمر ان هي تاخد القرار ده فالحمد للنها ان هي اخدته ربنا يثبتها عليه يا طفلة جميلة امتعتنا كلنا باغانيها مفيش حد ما شغلهاش لاولاده اغاني بتاعتها جميلا يعني كلها كمان مفيدة اغاني كتير كتليها حلوة قوي قوي ويعني منها فعلا الواحد بيتعلم او الطفل بيتعلم يعني تقدر توصل الرسالة عن طريق اغنية كانوا فعلا بازلين مجهود كبير سواء كانت في تشور بيبي الاول خالص كانوا بيعملوا حاجات بالرسوم المتحركة جميلة وبعد كده هي بدأت تغني في تشور الجنة وعملوا اغاني هي والدها خالد مقداد واخوتها كمان عصومي وليد عملوا اغاني جميلة وكمان مامتهم بدأت تظهر معاهم مروة حمد واخوتها الصغيرين جدويات كلهم ما شاء الله عليهم ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله ويسبتها يا رب ويهدي كل البنات يا رب العالمي على كل ام في وقت في البيت ان ولادها ما بيقفلوه سور الجنة 24 ساعة والاغاني كلها لدرجة مهظم الامهات اكيد حافظها بصيا يعني ولادي بيحبوها جدا وبيحبوا الاغنية الاغاني بتاعتها جدا وهما صغيرين كانوا بيسمعوها كتير وهي فعلا جميلة ربنا يا رب يحميها الباباها وممتها ونشوف حضراتكم يا رب على الف خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لحضراتكم جميعا